مشاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا ومرحبا بكم دائما في قناتكم English Language لتعلم اللغة الإنجليزية بطريقة سهلة وبسيطة إن شاء الله وكذلك تعلم قواعدها بطريقة مفصلة وسهلة للفهم إن شاء الله إذن قبل أن أبدأ هذا الفيديو أريد فقط للمشاهدين الجدد لفيديوهات قناة English Language أن يضغطوا على زر سبسكرايب أي الاشتراك سابوني وكذلك الزر الجرس ليصلكم كل جديد معنا إذن لمن كانت فيديوهات قناة English Language تعجبه أن يكتبها لنا في الكومنت وأن يعطينا رأيه عن English Language وعن النقاط التي يريد كذلك أن تكون في هذه القناة وكذلك أي شيء يخص هذه القناة فنحن أرهن الإشارة لأسئلتكم ولإقتراحاتكم لتطوير هذه القناة ولإعطائكم المزيد والمزيد لتطوير اللغة الإنجليزية لديكم إذن مشاهدين في هذا الفيديو اخترت لكم مجموعة الجمل التي تتعلق بما يسمى بفريز الفرب ولكن فريز الفرب دائما يكون هناك فعل ثم تتبعه حرف الجر هذا ما يسمى بفريز الفرب إذن هنا هذه التعبيرات التي وضعتها أريد منكم حفظها لأنها دائما تعني نفس المعنى الذي ستجدونه في هذه الجمل التي سوف أعطيها لكم إذن سوف أبدأ دائما جملي الآن إذن أول جملة المعنى اليوم وهي إذن هو كان متهما بالصرقة إذن هنا إذن هو كان متهما بالصرقة إذن هو كان متهما بالصرقة He was accused of stealing إذن الجملة التانية I am accustomed to hot weather أنا معتاد على الجو الحار إذن I am أنا accustomed to معتاد على إذن accustomed to معتاد على hot أي حار weather الجو إذن في اللغة العربية نقول الجو هو الحار هنا نقول hot weather I am accustomed to hot weather She is afraid of dogs She is afraid of dogs هي تخاف من الكلاب إذن she is here إذن she is afraid of dogs afraid of تخاف من تخاف خاف أو يخاف من إذن she is here دائما فعل تبي قلنا أننا لا نقول هي تكون إذن هي afraid of تخاف من تعكس الكلاب She agrees with him إذن هي تتفق معه بالرأي She agrees إذن هي تتفق with معه with him الها تعود على him She agrees with him He is angry with her He is angry with her He is angry with her إذن angry with غادب من غادب من He is angry with her He is angry with her He is angry with her He is angry with them He will argue with them هو سوف يناقش معهم He will هو سوف argue with يناقش مع them هم He will argue with them هو سوف يناقش معهم They will arrive at the village They will arrive at the village هم سوف يصلون إلى القرية They will هم سوف They will arrive at the village He was ashamed of his conduct He was ashamed of his conduct هو كان خجلا من سلوكه He was هو كان الشيء مدعف خجلا من الشيء مدعف أو من الشيء مدخجلا He is conduct من سلوكه سلوكه He is الها conduct سلوك I am astonished at the matter I am astonished at the matter أنا مندهش للأمر I am أنا astonished at مندهش لي the matter الأمر I am astonished at the matter They believe in God They believe in God هم يؤمنون بالله They هم believe in يؤمنون ب believe يؤمن in ب God Allah They believe in God He is careful of his health He is careful of his health هو يعتني بصحته He is هو careful of يعتني ب careful يعتني of ب his health صحته He is careful of his health Can I comment on this Can I comment on this هل أستطيع أن أعلق على هذا Can I هل أستطيع Can أستطيع Can I comment on أن أعلق على أعلق على command من التعليق command أعلق on على this هذا She always complains of the heat She always complains of the heat هي دائما تتذمر من الحرارة She هي always دائما complains تتذمر of من the heat الحرارة She was always complains of the heat The team is composed of ten players The team is composed of ten players The team is composed of من ten عشرة players لعبين The week consists of seven days The week consists of seven days The week consists of seven days days mountains are covered with snow The mountains are covered with snow The mountains He cured of his illness He cured of his illness She depends on herself She depends on herself yourself نفس depends on تعتمد على My book is different from yours My book is different from yours كتاب يختلف عن كتاب different from يختلف عن different from My book كتاب is different from يختلف عن yours كتاب كتاب إذن بهذا مشاهدين الكرام وصل الجزء الأول من هذه الجمل إلى نهايته سوف نتم هذه الجمل إن شاء الله في الفيديو القادم وفي الجزء الثاني إذن لمن تعلم ولو جملة واحدة من هذه الجمل أن يكتب ها لنا في الكومنت ودائما أقول لكم شكرا لكم على وفائكم والسلام وعليكم ورحمة الله وبركاته